حتى لو حد قال مشتاق لحد اتشاف ده بقى مثلا ده هزا الرجل بيكلم بنته ولا بيكلم واحدة قده يعني لو اب بيكلم بنته مثلا اقول له مشتاق اشوفك مشتاق اعود معاك يبقى ده مفوش اي حاجة خالص لكن مفيش حاجة اسمان هو بيعتبرهم زي ولاده هو راجل وهما ستات هما يعني هما اللي جم وانا يعني استقبلتهم بالاستقبال جميل واحمد سعد عندنا من زمان حبيب قلبي قال الصورة دي ظهرت كتير لرواد السوشال ميديا وتحديدا على موقع فيسبوك وكتير مننا ما يعرفش مين هما اللي في الصورة والمفروض ان ده شيخ اسمه صلاح الدين التجاني شيخ طريقة وليه اتباع ومريدين ومدد يا شيخ وكده واثر كتير من مستويات مختلفة بتتعامل معاه على انه ربي البيت بيربي اولادهم دينيا وبيدي دروس كمان للستات ده غير اتباعه الكتير من الوسط الفني الحكاية ان فيه بنت متربية على ايده من وهي طفلة واهلها بيسوقوا فيه ثقة عمياء لكنها خرجت في تصريح ليها وقالت انه بقاله سنين بيبعت لها رسائل جنسية وانه كان بيخليها تكلم ابنه على اساس تعرفه وهيجوزها لابنه واستمر الوضع ده لسنين البنت قالت انها الان بتتعالج نفسيا من الصدمات اللي حصلت ليها بسببه ولكن الغريب في الموضوع ان مامة البنت كتبت بست كل تمجيد في الشيخ وانه بيربي بنتها وبيدخل بيتهم من سنين طويلة وان بنتها كانت بتحبه وبتلجأ ليه بسبب قصوة باباها وان بنتها بتتعالج نفسيا وكلامها لا يأخذ على محمل الجد وان الشيخ راجل وليه كرمات ودايما كان واقف جنب البنت وبيهون عليها ولكن والد البنت كان عكس الام تماما وقال في تصريحات ليه ان الراجل ده دمر عيلتهم ومن ساعة ما دخل ما بينهم وعمل غسيل مخ لمراته وانها بتصدقه في كل حاجة لانها شايفة انه راجل بتاعرب بنا وقال انه هو اللي كان السبب في انفصالهم وحاليا اولاده عايشين معاه وسايبين مامتهم اما عن رواد السوشيال ميديا اللي دخلوا صفحة الشيخ وبحثوا عنها لقيوا مشاهير كتير بيمجدوا فيه في الكومنتات بكلام زي امثال انت النور وانت تاج رصنا ومدد يا شيخ وبحبك يا بويا وكانت تبرأة الطريقة التيجانية في مصر من الشيخ صلاح الدين التيجاني وذكروا انه هو غير مسموح ليه بممارسة اي نشاط خاص بهم وذلك لعدم اهليته قائلين هذا الشخص معزول عن اي مسمى تابع للطريقة واعلن ذلك في عام 2017 لانه ليس علما ويدعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا كما انه يزعم انه يحمل لواء الطريقة التيجانية ترجمة نانسي قنقر